اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله يبارك فيك اولا والحمد لله ده يعني كان تكليل مجهود سنين طويلة جدا في العمل الدولي وخدمة فن الكاركاتور على المستوى المحلي والاقليمي والدولي طبعا الاتحاد الدولي ده اتأسس سنة 83 هو اقدم اتحاد موجود متخاصص يعني للكاركاتور وابتدى حتى قبل الجامعية المصرية للكاركاتور كناشقة واحنا انضمينا ليه بعد كده في 87 من خلال فنان محمد عفت رحمة الله عليه رحمة الله واسس بعد كده فرع الاتحاد ده في مصر وبقى فيه 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 ايجب بقى فيه الاتحاد الدولي ده فرعه في مصر وكان برئاسة برضو فنان محمد عفت وانا كنت النائب بتاعه على مدار 15 سنة يعني بعد فترة طويلة جدا من الصفريات وحضور المؤتمرات ومشاركة في معارض دولية وفي مسابقات وليجان تحكيم يعني اظن كان جيه الوقت انه يبقى فيه تكريم لكل الادوار اللي تابت في السنة اللي فاتت دي كلها صحير فالنتيجة كانت التكريم ده جيه من خلال انه اجتمع البوردو وقرروا المجلس الجديد عشان ينضم الفنان تامر يوسف للمجلس ده كاول مصري عربي افريقي في المجلس ده في المجلس ده في المجلس ده عموما بشكل عام يعني اول مصري اتولى هذا المصف في الاتحاد الدولي الفناني اول سامي الكريكا دي ده حي اول عربي اول افريقي كمان اول افريقي امبارك لحضرتك وبالتوفيق دايما ان شاء الله شكراك خلينا قبل ما نبدأ نتكلم عن حلقاتنا لنبدأ اللي معنا استاذنا حضرتك واستاذ استاذنا مشاهدين هنأخذ الكفاص القصير ونرجع نبتدي مع حرارتك خليكم معنا يعني زي ما قلتنا حضرتك ان طبعا حقيقة مصريين دايما في كل مكان واحنا عندنا اكتر من مثل لتولي المصريين او بمعنى صح اثبات الوجود المصري في مختلف المناصف في العالم خلينا نتنقل يا استاذ نمر اللي نجمنا حاليا محمد صلاح وصورة الفنان احمد قعود وصلاح محطم الارقام القياسية الصورة دي مديها لحضرتك انطباع ايه وشاف فيها ايه هو بسم الله ما شاء الله ربنا يعني كريمه محمد صلاح زي ما مفرح المصريين كلهم ومفرح للجريس كمان ويعني انا شايف انه صلاح محتاج وقت اكتر واكتر لانه عملي كسر ارقام هتاخد وقت عشان حد ييجي كسر اه ايه مش هيبه لانه دخل في ارقام قياسية جديدة يعني ما حصلتش يعني فبسم الله ما شاء الله دي حاجات تحترم وتسجل في رصيده الصورة هنا عمدتها اللابس زي هو طاير ده سترمان يعني ده 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 لعيب خارق فعلا يعني التوصيف جميل وال الفكرة اللي دايما نقعود بيروح لها انه بيروح لأفكار مباشرة اه فهنا كمان مديله رمزية لطيفة انه طاير اه فطاير مش طاير ده ده مكتسع خلاص ما فيش وف بقى اه خلينا برضو شوف ايه ابن نوب عبر عن اه صلاح ازاي وحالة المقارنة اللي كانت يعني مستمرة واعتقد هي دلوقتي بدأت تتواقف مبين رونالدو مبين محمد صلاح نجمين المصري صورة دي برضو مديالحة داك انتباعي مع الله هي هي هو حطهم في كادرين بعادة عن بعض خالص وحد في اقصى اليمين وحد اقصى اليسار وحد ضئيل جدا وخلاص ماشي يعني تاريخه بينتهي وان كان ان المقارنة دي مش هتنتهي داخل الدورة انجليزي لانه الاتنين بيلعبوا داخل نفس الدورة الحد خلو بالك انهم التقوا كمان يعني فده كانت النتيجة صادمة جدا للجماهي المنسوس المهم يعني انه الحجم هنا انه صلاح اللي جاي صلاح يعني مالي مركزه ودي دي المرحلة اللي جاية يعني عشان كده هو غير الحجم بالزبط الحجم الواحد اكبر رواحد اصغر طب برضو خلينا برضو لسه محمد صلاح نجمينة والفنان احمد قعود والاداء المتوج يعني زي برضو مش علق على الصورة هبقى تشاهدوا زي حطوا ملك هو حطوا ملك وعلى كرسي يعني على عرش الكرة القدم ويعني كل الناس تتمنانوا انه انه على الاقل يعني وان كان الموضوع محصوم انما على الاقل انه يبقى في مركز متطور متقدم كاحسن لعب في العالم عن عشرين واحد وعشرين يعني ان كان في بوادر كده اخبار تم اعلانها انه هيبقى في المركز تاني او تالت ربما الاول الحجم هنا في الصور برضو يا شافة هنا الكرسي نفسه كرسي العرش حاجة عظمة جدا وحط عليه الكورة وحط عليه التفاصيل بتاعت كورة القدم ووضح انه يعني مش عرش عادي ولا ملك متوج يعني تمام برضو احنا نفسه في الكورة وفي منطقة الكورة وصورة لكارلوس كيريوش المدير الفني لمنتخب الجديد والوصول لكاس اثنين وعشرين برضو الصورة شايفها ازاي حادتك والالوان شايف حاسنا يعني هو احنا هنتكلم عن كارلوس كيريوش المدير الفني المتميز جدا اللي جي عمل صحوة كده وعمل حراك في كورة القدم المصرية خصوصا انه كلنا في انتظار ان احنا نوصل بقى كاس العالم ونغير النتائج فكرة ان احنا بنعض سنين طويل اوي عشان نخش كاس العالم فطبعا الكاركاتور هنا واضح انه كيريوش بيزاكر كويس قاعد على صبورة بيحلل المنتخب وبيحضر خطط وده كيريوش عموما اه يعني كنت بنا يعني بان من هو بيزاكر او بيمشي على منهج علمي في الرياضة هو اصد في لعبيته يعني او في مهمته هو هنا حطت كتب كرمز سهل شايف حاليك النقات فيه هو حطت رمز وحطت الصبورة نفسها رمز وان كان الصبورة دي موجودة اصلا دخل غرف الملابس فعيه وكيريوش عموما كمدرب بيعمل كده يعني هو مشهور عنه كده انه بيزاكر كويس قوي وبيحضر كويس قوي وما بيهتمش بالاسامي يعني مش بيفرق معاه اسم لعب عن لعب هو الاداة والكلام طيب خلينا نفصل الكرة ونخرج بيها لفاصل قصير ونرجع نكمل مع حددكم خليكم معنا ورجع نكمل مع الفنان تامر يوسف وسستامر عمات حجاج ورصد سريعا كمة مناخ اللي تمت فيه جراسكو والحقيقة حضور وتمثيل مصر فيه شخص سيد رئيس عفتاح السيسي وبرضو هنا الصورة يعني فيها زي مشاكل في الارض والحياة من الصورة فيها مشاكل انا بالنسبالي الحقيقة ان الصورة دي فيها مشاكل وفيها مشاكل كبير قوي فانا افضل اتكلم عن مؤتمر جلاسكو ما اتكلمش عن الكاركاتور ده لان الكاركاتور ده انا رسمه بنفس الزاوية بنفس كل حاجة فيه هو منقل حرفين من الكاركاتور انا عمله في 2017 كان بمناسبة اليوم العالمي للسكان يعني نفس الزاوية الفكرة ايه من هنا يعني سيد حطه كده انا لما رسمت ده كان يعني فكرة انه الكرة الارضية في حالة صدام مع التضخم السكاني وكنت عامل لها كمان زيادة انه فيه في الوريب بقى بمحاليل متعلقة عبارة عن زي ما اريد يعني في الانتاعش وانه اش عارف ايه وحاجات زي كده انا انا اسف جدا انه الكاركاتور بنفس الزاوية يا ربي بنفس زاوية السريب بنفس يعني صعب او ان الواحد يشوف حاجة متكررة كربون كده طيب خلينا بروح الارض جد رسمي والعالم وما يحدث فيه من مشاكل متغيرات كثيرة ومتلاحقة ومواقف اللي ما بين الولايات المتحدة وبين فرنسا وبينجبترا 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 والاتحاد الاوروبة كله برضو الصورة دي عايز تقولي ايه يا سيستان؟ هو في حالة شقاك كده وفي يعني 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 رسم حاجة يعني اشبه بالغواصة كده بداخلة الغواصة في المعدية ما بين الجبهتين الجبهة الفرنسية والجبهة الامريكية وطبعا ده برضو في حالة رمزية كده للوضع كده ما بين فرنسا وامريكا في الوقت الحالي اللي الصورة فيها فراغ كتير يا سيستان؟ هو الفراغ هنا ده ليه علاقة بالتكوين انما هو خات زاوية متميزة جدا وحط الجبهتين وحط عشان دي لات مساحة العمكة كمان اللي ماشي ما بين الشقاك للمشكلة ايه بحالة السورة التانية برضو معنا وفنانا احمد قعود ومحاولات العالم في موجهة شبح التدخم وارتفاع الاسعار وتحذيرات منظمة الفاوم من ارتفاع الاسعار في الاغذية برضو اه السورة المتالة عايز تفسير هي الفكرة اه يمكن تكون واضحة من خلال الكارت او العربة اللي هي بتاعت المشترات واللي هي بتمثل الاسعار واللي المواطن هنا بيحاول يطلع بيها مطلع كبير اوي بس التوصيف هنا او طريقة الرسم ما موديتش الفكرة البعيد او موديتهاش للعمق اللي انت عايز توصله لانه واعتمد هنا قعود على الكام خط اللي بيمثله اتجاه ريح فاحنا اللي احنا عارفين انه هو بيجري وراها عشان يحصلها ولا انه هي بتقع عشان يعني بس فكرة الارتفاع في الاسعار هو عايز يقول ان الاسعار يعني مكتوب عليها ايه العربة اللي ماشية الفوق بس اصص تحلل العربية هتمشي لوحديها اه 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 فهي بس الفكرة محتاجة شوية اه كان نوع من انواع التعمق شوية اه كانت حتيجي وحاول انه الفكرة وصلالي واصلالي وانا انا رسم محترف بس بالنسبة للقارئ ايه الاخبار وخصوصا انه قاعد حد بيحب بياخد افكار اه مباشرة كده وفيها اه صالد يبقى كان كتير صلب كده وواقف طيب رسم الفنان احمد قاعد وانا نتكلم عن مشكلة وازمة كبيرة جدا نريد زيادة السكانية والحقيقة طبعا ده الوحش بالتعمق التنمية ومهما كان فيه اه عملية اه توسع فيها زي التنمية برضو زيادة السكانية كفيرة تلتامة هو التعبير هنا وحتى بس كلمة النمو السكاني هو النمو السكاني اللي قصب بفكرة الزيادة السكانية وعملها في صورة قندلة اه يعني اه بفتيل بيشتعل وانه فعلا احنا رايحين في 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 على قد ما فيه النمو السكاني على قد ما فيه الدولة شغالة بتلاحق وبتعمل مشاريع وبتعمل حاجات يعني هو هو هنا الفكرة انه صعوبة الزيادة السكانية دي قصد حجم التنمية كمان اللي شغال اه فا كبر الكمبولة عسان كالكمبولة يعني خلاها حجم عن بر خلاها هي انبطل كمان يعني اداها المساحة بتاعتها بس على قد ما فيه تنمية على قد برضو مالزيادة لسه بتلتامة عمالة بتزيد يعني بتظهر في الكدر بتظهر اه 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 مشاكلها كمان في في الآيدولوجية المجتمعية مش هاد اك ble طيب حلقت الصورة تانية برجه ليسه معها موضوع آآ نفس المعنى اللي هي هزيادة السكانية بس المريات دي عبر بقى بصلوب الفيلم بتاع تيتانيك والمركب والجليد و desses اه 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 با شافت صورة ازايها حداتك والالوان اللي استعملها كل اكا انها ولفكرة明白 كده بنفس شكل المركب وحتصطدم بكتلة جالدية كبيرة جدا اللي هي بردول دي ده السبكانية نفس الفيديو بالزبط. طيب اه نزيب الزيادة السبكانية واستأذن حضرتك ونخرج في فاصل قصير نرجع نكمل مع حضراتك خليكم معانا. ورجعنا لكم مع ضفنا لستاستامر يوسف استاستامر اياب النوبي ونجاح مصر جديد وعلم مصر برضو مغروز ومرفوع على خريطة في اه صورة جديدة للنجاحات الدولية برضو شافت صورة دي زي حضرتك. اه برضو فكرة مباشرة لطيفة اه عامل اداء كويس كرة ارضية افريقيا علم مصر في غير في موقعه في افريقيا وده المعنى انه يعني يعني. بدي الريادة من الريادة يعني يعني العلم اللي بيراف راف في في القمة احنا احنا في الفضاء الخارجي اوه كمان فديها السري عالم ضخم جدا لوصل للفضاء الخارجي ده الاحجام بتدي فكرة يعني اه تدي فكرة وكل ما الاداء ويبقى فيه معالجة مظبوطة كبروسبكتف كده يعني ناخد منظور مظبوط نعيش الحالة تمامية الفكرة طيب حرامل الصورة تانية معناه الفنان احمد قعود والتريند اللي بيشد كل طبعا الحق والباطل والسوشيال ميديا بقى وتأثيراتها على المجتمع برضو بتانية الصورة عايزة تفسير هي عايزة تفسير من الرسام اه لانه انا عايزة اقول لك على حاجة انا احمد قعود طبعا رسام طييل ومحترم وجميل شاب هايل وربنا يشفيه وبابركله على معرضه اللي جاي كمان لكن هنا الفكرة يعني ده تاني كاركتير بيشوفه النهاردة محتاج يوصق فيه شوية حاجات التريند فكرة التريند وهو عامل العلامة بتاعت التريند اللي هي الطعم اللي بياخد الناس فالناس كلها هنا غرقانة وعايشها متعايشة تحت الميا تسوشيال ميديا ده عالم المتاهة ده لكن مفيش اي حاجة تقول غير التريند نفسه لانه انا بحب العين القارئ تبقى عندها غزاة بصري يبقى فيه 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 انا ميديله حاجات بصرية عظيمة جدا فكان لازم الناس اللي غرقانة دي وبتجري وراء الطعم بتاع التريند يبقى في ايدها حاجة يبقى في ايدها يبقى في ايدها موبايل في ايدها حاجة بيروحوا بيه للكلام ده فبرضو فيه حتة تركية توصير محتاجة طيب غالية برضو بسه احنا برضو في الفيسبوك والتغيير بقى الغريب اللي فجئنا بيه اه التغيير اه لميتا واسف الصورة دي برضو ازاي عليك انا سيبها كده بكل مشتمناتها والله موضوع ميتا ده محتاج قصة كبيرة خالص لانه ميتا ده الميتا فيرس اللي احنا رايحين له خلاص وانه الفيسبوك اه شاركها بقى اللي هي تمثل ميتا او اسمها ميتا اشترت الفيسبوك ودخلنا في تطورات تكنولوجية رهيبة جدا يمكن هو خد من لقطة الفيديو اللي تعاملت اللي عاملت الاثارة الدجا الاثارة لقطة الكدير ده حظم بين الجمهور وكاتب هو بلونات بل اه لا انه هو في حد راح باريس بقى فيزيك موجود جوه باريس من خلال نظارة وحاجات زي كده وماشي في شارع باريس فهو رسم حد بيقولك انا في فريس وحقابل ميسي وميسي عزمني على عشاء وحاجات زي كده طيب هرامل سورة تانية احمد قعود والعالم والميتا فيرس زي ما بقلنا وشكل جديد وملامح جديدة من الدهشة وطبعا دور الكاركتيري التوصيك هاي يعني انا احب الرمزية هنا والفكرة الانفانيتي علامة الانفانيتي اللي عاملها في العين وعملها على عين الكرة الارضية العالم كله هيروح لمرحلة الميتا فيرس مش الليها محدود ولا نهاية ده مرحلة احنا كنا نقوله على الافتراضي ما وراء الافتراضي احنا حنتنفس افتراضي بعد كده حضرتك احنا بدلا ما حنصور البرنامج ده هنا حنروح نصور حنصورناه حنصور الكوكب اخر يعني وحنروح من خلال الفكرة دي لعوالم اخرى يعني فالحاجات اللي كانت بتحصل او كنا بنشوفها سينمائيا حتيجي الصورة هنا صعبة يا سستامر تاري كده بتدي التوظيف ده كله المشروع نفسه فكرة دي ممكن نعمل فيها حلقات مش مش يترسم فيها كاركاتور ده مضوع كبير يعني قادم يعني طيب سازنا حضرتك خلينا نخرج لفاصل ونرجع لفاقرتنا الاخيرة ببرتري خليكم معانا موسيقى ورجع لفاق shouted والبرتري اللي معانا المهارده وشخصية شهيرة جدا يمكن محببة للجيل القديم كله ويمكن طبعا كتير من الموجودين المعصرين محتفظين بهذه الذكرات الجميلة وحكاية وحدودة الصبح قبلة فضيلة واللي هي موليد 14 ابريل 1929 وأشهر من قدم في برامج في عالم الأطفال في الإزاعة المصرية واسمها الحقيقي فضيلة التوفيق وهي خارجة كلية الحقوق وأخت الممثلة محسنة التوفيق وتتلمزت على يد برضو أقرواد الإعلام المصري والتلفزيون العربي والتلفزيون المصري ببشاره والبرتريل قبلة فضيلة وأهم مميز ملامحها وفناننا وضفنا السيد سامر يوسف هتكلمنا عن البرتريل وإيه اللي خدتوا في الملامح دي والله أنا الملامح بتاعتها صوتها فودني من الطفولة كلنا كلنا تربينا على الصوت الدافي الجميل العظيم ده وكان من رد الجميل يعني أنه لازم يبقى لها بورتري لطيف صحيح وأنا حبيت أردلها تستحقه أو ما تستحقه لأنه غنوة وحدوتة والبرنامج الجميل ده البرنامج اللي في تاريخه استضاف القمم العظيمة دي من من الرواد من محمد عبدالوهاب اللي خلت الأطفال في البرنامج يضغطوا عليه فغنى ست الحبايب وكانت متسجلة بصوت فايزة أحمد فالبرتريل ده حاجة بسيطة وطبعا هي حالة متفردة وتعلمت على أدين ناس يعني يعني بابا شروطة حالة حالة لوحدية كمان وهي دخلت الإزاعة بعد ما هو تحول إلى التلفزيون فدي كانت فرصة عظيمة جدا أنا يزمن فنم محياة ستامري يعني أكثر حاجة غم ملامح هي طريقة لبسها طريقة كلامها فأنا مستمع جاي جدا للراديو الغاد دلوقتي فتخيل لما تقعد تسمع سنين صوتها وتسمع فؤاد المهندس وتسمع صفية المهندس وتسمع كل الحاجات خليني أشوف على الفورتريل نفسه هلأ خدت العين خدت العين والشعر والنضارة ولبسها والمايك بنفسه اللي بتزيع من خلاله يعني أنا خدت كل التفاصيل دي عشان أبروز البورتري كويس وأنا فعلا ركزت في البورتري على نبرات الصوت يعني أنا دايما برسم البورتري من الشخصية فما بالك إنه الصوت هو اللي في ودني باين في إيه الصوت أنا الصوت بالنسبالي هو اللي خلاني رسمتها لكن أنا من نسبالي كمتشاهد مثلا أنا بشوف الصورة أنا هشوف فيها المايك قدامي هشوف الإيد وحركتها وش قبل فضيلة لكن مش هيظهر لي المؤثر اللي هو ده اللي صوته بتاعه هو بيرسم المؤثر اللي أنا بقول لحضرتك عليه ده خلاني ما روحش للصور أنا عندي تكنيك تاني خالص في رسم البورتريل إن أنا برسم من خيالنا من انطباعي عن الشخصية منش دعوة بشكل الصورة في الحقيقة إيه فأنا خدت كل التفاصيل اللي أنا حافظها عن شكلها لكن صوتها هو اللي في ودني وانا عام برسم وده مهم لأنه حتى بحب بعيش الحالة الحاجة اللي حرسمها أنا ممكن برسم حاجة شخصية من إيطاليا فحاكين يا عب بأس من إيطالي بأس من إيطالي كل الحاجة إيطالي في إيطاليا سيد سامر يوسف شرفتنا النهاردة وبنبارك الحاجة تاني على منصبك الجديد ودائما مشرفنا بإذن الله ونتمنى لها كل التوفيق في منصب الجديد وتوتا توتا خفصة الحدوطة بأشكر حضرتك وبأشكرك على الاستوافة الهيلة دي وعلى مبركتك وإن شاء الله يا رب أكون قد المسئولية في الموقع الجديد ده ويعني إن شاء الله بأوعدكم إنه حيكون فيه أنشطة وفيه معارض وفيه حاجات حتحصل كتير قوي في الكاركاتور في مصر في الفترة اللي جاية بإذن الله شكرا جدا لحناك شكرا يا كارك شانيا الكاركاتور دي قد حياتنا الأسبوع ده ببننامج سياستين نشوف حراك الأسبوع القادم على خير دونتم في أمان الله شكرا لحناك